اشتركوا في القناة ترامب السابق روجر ستون لا يزال مدانا على الرغم من قرار ترامب تخفيف عقوبة السجن عنه. اوضح مولر ان ستون كان شخصية اساسية في تحقيقنا لسببين رئيسيين. لقد اتصل في العام 2016 بضباط مخابرات الروس وادعى معرفته المسبقة بنشر ويكيليكس رسائل البريد الالكتروني للحزب الديموقراطي الذي خرقه الروس. فيما اشار الى ان التحقيق استغرق عامين وجهدا كبيرا اكد مولر لقد اتخذنا كل قرارا في قضية ستون كما هو الحال في جميع قضيان استنادا فقط الى الحقائق والقانون ووفقا لسيادة القانون جرت التحقيقات والملاحقات بأعلى درجات النزاهة وكل الادعاء التي تقول خلاف ذلك هي خاطئة صحيفة فانيشال تايمز سلطت الضوء على صراع الدائر في ليبيا ونقلت عن وزير الخارجي التركي مولود شاوش اغلو ان حكومة الوفاق الليبية ستوافق على وقف اطلاق النار فقط في حال سحب خليفة حفتر قواته من مناطق رئيسية وسط وغرب ليبيا. واكد شاوش اغلو دعم انقرة لحكومة الوفاق التي تصر على انسحاب قوات حفتر من سرط والجفرة وصفا الشروطة المسبقة لحكومة الوفاق بانها شرعية ومعقولة واشار الوزير التركي لان روسيا قدمت خلال محادثات في اسطنبول الشهر الماضي عرضا لوقف اطلاق النار بموعد ووقت المحددين. لكن بعد ان تشاورت انقرة مع حكومة الوفاق اكد المسؤولون شروطهم المسبقة بشأن سرط والجفرة وعودة قوات حفتر الى خطوط عام 2015 مضيفا بات الامر يعتمد الان على الجانب الاخر وعليهم القبول بهذه الشروط وفيما نقلت الصحيفة تحذير الدولماسيين من مواجهة مباشرة بين القوى الاجنبية التي تدعم الفصائل الليبيا المتصارعة قال احد المحللين ان استراتيجية تركيا هي الحاق الهزيمة بحفتر باستخدامها كورقة قوة في المفاوضات ننتقل لصحيفة تايمز ونقرأ تقريرا بعنوان بينما يتشاجر امراء الحرب والمال لبنان يتفكك شارت فيه الى ترد الوضع الاقتصادي في ظل المناكفات السياسية الحاصلة وتزايد الغضب الشعبي من الطبقة السياسية الفاسدة ومن امراء الحرب العاجزين عن الاتفاق على اي شيء نهيك عن استراتيجية انقاذ او خطة اعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد الدولي ما ادى الى تفاقم الانهيار وبينما نقلت شكاوى مواطنين من ترد الوضع المعيشي حذرت الصحيفة من انه الى جانب الوضع الاقتصادي السيء وانقطاع الكهرباء يخشى الكثيرون من ارتفاع معدلات الجريمة وتزايد اليأس ما يهدد بعودة شبح العنف الطائفية الذي حول بيروت الى انقاذ خلال الحرب الاهلية بين عام 1975 و 1990 وننتقل الى الصحف العربية نقرأ في العربي الجديد مقال الشافعي ابتدون بعنوان مصر الصومال جفاء الحاضر ودفء الماضي تطرق فيه الى التوتر الذي يهدد العلاقات الدبلوماسية الصومالية المصرية نتيجة ضبابية موقف مقديشو بشأن ملف سد النهضة المتفاقم واشار الى ان مصر التي يقودها الجنرال عبد الفتاح السيسي تختلف شكلا ومضمونا عن سابقاتها وحتى استراتيجيا وسياسيا فمن حيث تحالفاتها الاقليمية في القرن الافريقي تبدو هي الحلقة الاضعف لافتا الى انه ليس الصومال وحده من يعلن حياده في قضية سد النهضة الاثيوبي فجيبوتي التي تربطها بمصر علاقات واطيدة تحفظت هي الاخرى على قرار جامعة الدول العربية وذلك حفاظا على مصالحها الاقتصادية مع اثيوبيا وبذلك تتقزم احلام القاهرة امام عملاق اثيوبي تتمدد سياساته في المنطقة عبر انفتاح سياسي مع اسمرة ومقديشو تارة وعلاقات اقتصادية مستقبلية بين دول القرن الافريقي تارة اخرى انتقلوا لصحيفة المدن الاكترونية لنقرأ مقال عمر قدور بعنوان بشار العائل ايرانيا اشار خلاله الى الشراكة بين بشار الاسد وايران التي اثبتت متانتها منذ عقود واعتبر انه تحالف يسنده ما هو سياسي او استراتيجي تقرره طهران لكنه يقوم ايضا على ذهنية متشابهة وعمل متكامل لسنوات طويلة على العديد من المستويات بما في ذلك احطها من قبيل الاعتماد الممنهج على تجارة المخدرات او تزيف العملة وفي ملفت الى الدور الروسي في سوريا رأى ان هناك فرقا بين ما تقدر عليه موسكو نظريا وما تقدر عليه واقعيا اذ من السهل عليها نظريا التخلص من بشار والبدء بمرحلة جديدة مطلوبة انتظرها السوريون والخارج واضاف قدور كانت موسكو قد اوقفت حملتها غير الرسمية على بشار الاسد واعادت التأكيد على دعمه قبل مسؤولين حكوميين وهو يطل عبر الاتفاق العسكري مع طهران بما يطوي صفحات من التكهنات حول اقتراب التسوية التي قد تضيح به في صحيفة الغد كتب فهد الخيطان اسرائيل تضرب وطهران لا ترد لماذا؟ حيث اعتبر ان اسرائيل قد استعاضت عن المواجهة العسكرية المباشرة والمكلفة مع ايران بحرب استخباراتية وسبرانية في العمق الايراني لتعطيل قدرات طهران النووية ورأى ان تفجير ناطنز يشي بقدرة استخباراتية صادمة سمحت للتواقم العملاء بالوصول الى واحد من اكثر المواقع تحصينا في ايران وزرع قنبلة في جوفه العميق تزامن ذلك مع سلسلة تفجيرات محيرة طالت محطات طاقة ومرافق حيوية واضاف بينما يبدي الطرفان الايراني والامريكي الاسرائيلي حرصهما على عدم الانزلاق لمواجهة عسكرية شاملة تستغل تل ابيب الاوضاع المعقدة التي تمر بها ايران واذرعها الضاربة في المنطقة لتوجيه مزيد من الضربات المؤلمة تحت الحزام مع تقدير بردود فعل ايرانية محسوبة ويمكن تحملها ننهيك العادة بالكركتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر